ننتقل سريعاً بقى لنادي الزمالك أحمد كلم لنا بقى كده عن تشكيل نادي الزمالك نقاط القوة نقاط الضعف شفنا قدام نادي الأهل في كاس السوبر كان عامل جيم ولا أروع من حيث الاستحواز ومن حيث الفرص بروفايل لعيبة كمان لو قارننا بقى الزمالك مع بيرميدز ما كانش في أفضل حالاته فضل الأحمد طيب نبتدي بقى الأول لأسئلة كتير أول اللي انت عايز ونا هبتدي بي طيب نكلم على نقاط القوة نقاط الضعف تشكيل نادي الزمالك أنا بشوف أن الناس كانت دايماً زي ما قلنا في بداية الحلقة قلت المنشطة اللي كان بيتقال أن البراميدز وصيراميكا هم اللي كانوا أفضل أنا في رأيي الزمالك كان أفضل في فترات جوه الجيب بيرميدز كان أفضل في فترات جوه الجيب طيب ليه بقى تعال نخش في التفاصيل وده دورنا نشرحه للسادة المشاهدين يعني أرجوك الزمالك لما قرر أنه يضغط ويضغط صح ولو تفتكر قلت لحضرتك قلت سادة مشاهدين عايزك تبص على النموذج الهاي اللي عمله كابتال أيمان رماضي في الضغط خط الدفاع تعال كده نبتدي بالإيجابي الأول الزمالك لما قرر أنه هو يضغط بشكل كويس على فرقة بيرميدز من أول الجيب طيب ده من ديئة هنا من ديئة تسعة بالزبط كده نكمل يلا احنا هنا بنقول الزمالك هو بيضغط كويس بص أنا هنا أربعة لتلاتة وجهت الكورة في الجزء ده وروحت استخلصت طيب هنا واحد على واحد نصر ماهر البلايميكر كرر أنه يستخلص الخطوط قريبة عرفت أن الزمالك أنا في رأيي هو أفضل فريق في الأربع فرق عنده عملية التحاول بيعملها بشكل كويس جدا 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 من الدفاع للهجوم طبعا نروح للحالة اللي بعد كده أنا هنا مش باتكلم على إنهاء الهجمة زي بص حسامة عم مجيد هو هنا في نص الملعب مع لعبة وسط ملعب ده مدفع الزمالك الزبط كده دي كورة اللي تلعبت لزيزو وزيزو حاول إعمالها عرضية لسيف الجزيرة لكن تتعامل معها الشناوي أو كمفروض عرضوا من المرأة لا دي مش الشناوي اللي تتعامل معها دي مرأة اللي طلعها بص هنا خطوط الزمالك قريبة هو ده اللي أنا بقى أتكلم فيه هنا خطوط الزمالك قريبة قادرين إنه هما يضغطوش هتلاقيهم بيطلعوا بالكورة بيرامدز هيتطر إنه هو يلعب كورة طولية هيتعامل معها نادي الزمالك بشكل كويس بص هنا بص دفنس نادي الزمالك مظبوط تمام روح للحالة لبعد كده أنا كل ده الإيجابي الزمالك لما بيكرر إنه يضغط وروح يستخلص أعتقد ده كورة الهدف بص ده شحاته ورا ناصر يجيب الكورة بالضبط كده هيجيب الكورة إزا مالك هيلعب على طول على التحول ويحرز الهدف بمهارة ولا أروح من ناصر طبعا لعيب كبير ولعيب يعني خب بالك أنت اللعيبة يعني من أخرج بره الحالة بس اللعيبة الحريفة دي اللي واحد تبدأ يفتقدها شوية طبعا وبتفرق هنا خلاص دي 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 كورة بحاجة تانية غير اللي نحن نتكلم فيه هنا بقى الزمالك كان النقطة اللي أنا بأتكلم فيها فكرة إن الزمالك مش قادر إنه هو يضغط طيب بيراميدز أو قبل ببيراميدز الحالات شغالة هقولك على حاجة سريعة الزمالك أصلا مع جوزي جومز يا شاب سياستو هي إيه إن أنا أدافع بالكورة يعني طول ما كورة معي أنا هحرم الفريق من الكور من الكور لا تاني كده نوقف بس الحالة هنا وهنكمل من أوله إنه هو السياست الاستحواز طول ما كورة في رجل أنا حرم الفريق الزمالك الزمالك مع جوميز مع كل فرق هو سياستو إن دايما هو اللي يسيطر على الجيم إن الكورة معي طول ما كورة معي الفرق للقصادية مش هتعمل لي تهديد لإن أنا هو جزء أنا بيقول جميز من تحللنا لطريقة لعبه بيشوف أن فرقة نتز مالك ما عندهاش اللعيبة اللي تلعب لك جيم بدني وتروح تجيب الكورة وتستنى تلتين كورة فأنا بختصر ده وأنا هدافع أن الكورة تبقى معايا يعني مش هدي فرصة لأي فرق يبقى فيه تعامل البدن عشان كده بيرامدز لما ميس الكورة على فرقة نتز مالك بان المنظر أن بيرامدز بعض الأحيان كان أفضل من الزمالك نكمل هنا ده رمضان صبح ده اللي استخلص ده رمضان صبح تمام بص فرقة نتز مالك حتى هنا كله بيشوح اتفرق على المنظر هدي ثلاثة معزولين ثلاثة اللي هناك بيتمشوا مش قادرين يضغطوا رمضان بيستخلص الكورة بص فرقة نتز مالك بقى ققف هنا فاكر المنظر اللي أنا قلته لحضرتك بتاع السيراميكا فين ديفين سنتز مالك مش بهم في الكادرة أصلا نمشي 3040 متر نحن دخلنا بقى في إيه في 60-70 متر فهنا كل لما هتوسع المساحة زي ما اتفقنا صعبنا نروح نستخلص معلش كمل نشكر الإعداد إحنا تعبناهم بس بص أنا خلاص انا بريمتزي أنا كذبانا 1-0 وفرقة الزمالك بتتمشى في الملعب ده مش ضغط ده مش فرقة هي خسرانا 1-0 وقدر انها تروح تستخلص دلوقتي زيزو ابتدأ يروح يحاول يروح يجيب الكورة طبعا عشان عملية الترحيل سيئة جدا قدر ان فرقة بيرامدز تطلع بالكورة والكورة الثانية طبعا بيرامدز خدها بص حسنا عمي جيد لما قرب لما قرر انه يقرب قدر انه هو يستخلص هي دي الكورة اللي هي كانت اللي أنا كنت جايبها في الحتة الإجابية ان الزمالك لما بيكرر خطر للزمالك بيعرف انه هو يجيب الكورة كويس لما بيعوز لكن الزمالك طول ما هو مش عايز ومش حضرته في النماغه لا هيبقى خطر عليه جدا هنا اعتقد مش عارف دي او اللي بعديها في تقريبا بيرامدز قعد من دقتين لتلات دقايق بستحوز على الكورة بستحوز على الكورة كورة في حياسته وما بيزهقش الخطوط قريبة انا في رأي ان يوريشتش عمل حاجة زكاية جدا يا شهاب وهي فكرة الوفرلود هو وابراهيم عادل مع بلاتيتوري مع حمدي على جابها اليمين على شحة لناتز مالك وكانت بالنسبة له هي دي المصدر الخطورة انا بشوف الناتز مالك ما ينفعش تلعب على اي فرقة تسعين دقيقة تسعين دقيقة ضغط عادي من قدام لكن بتلعب عليه استحوز استحوز الكورة علشان يوزع المخزون البدني ده دفولت ده النموذج بتاع جمز بس انا قصدي لما تيجي بقى الكورة مش معاك فيه اوقات انت لازم تروح تستخلص من قدامه واتكلمنا عن مشاكل الاهلي دي نقطة نقطة تانية وهي مهمة جدا بالنسبة لنتزمك لو هو قرر ان هو عايز يبقى الحيازة معاه لو انت لقيت ان فرقة الاهلي ابترت هي تنظم اللعب وابترت هي هتجيلك ما ينفعش تسيم مساحات كبيرة جدا جوة قلب الملعب بتاعك لان الاهلي مجرد ما تنقل للنص التاني برسيتا وحسين الشحات وسام عنده امام افشة لو موجود او سلية او ايا كان الموجود كلهم كوالتي يعانوا مشاكل لنتزمالي فالاهلي هيبقى هدفه ان يتنقل للتلت الاخراني لنتزمالي وفي رأيي ان الزمالي لازم يمنع ده عن طريق انه ما يسيبش مساحات يبقى الخطوط قريبة مش كلام نظري بس هو فعليا انا جئت لحضرتك وستاذة المشاهدين زي ما قريتك الزماليك لما قرر ان هعمل الباترن مظبوط النموذج مظبوط عرفت انه استخلص لما المساحة وسعد كان المشكلة كبيرة جدا عن ننتزمالي